موسيقى الطيور المهاجرة تتحسس الحقل المغناطيسي للأرض؟ يبدو أن الطيور المهاجرة يمكنها أن تدرك الحقل المغناطيسي للأرض الذي تستعمله كبوصلة لإرشادها حول العالم وقال باحثون ألمان أن خلايا عصبية متخصصة في العين حساسة للاتجاه المغناطيسي وتضح للمرة الأولى أنها متصلة لعبرة ممر معين بالمخ بمنطقة في دماغ الطيور هذه المنطقة مسؤولة عن الرؤية ولكن هل يمكن أن تتأثر هذه الخلايا بالحقول المغناطيسية الناتجة عن التيارات الكهربائية أو عن حركة الجسيمات المشحونة في الهواء؟ لنتعرف على هذه الحقول لنتابع التجربة الآتية والتي هي تمثل هنا تيار كهربائي مستقيم ومجموعة من الأبر المغناطيسية المحيطة بهذا السلك المستقيم طبعا لدينا مسطح أبيض اللون وضعت عليه هذه الأبر المغناطيسية نلاحظ هنا تقريبا أن جميع الأبر تأخذ منحة المركبة الأفقية للحقل المغناطيسي الأرضي وهذا هو عبارة عن السلك الذي سوف نمرر فيه تيار كهربائي الآن عندما نمرر التيار الكهربائي في السلك ماذا يحدث لهذه الأبر المغناطيسية؟ هل تبقى على توضعها؟ أم سوف تأخذ منحة آخر؟ لاحظوا كيف بدأت تهتز وأخذت هذا التوضع لاحظوا شعاع الحقل المغناطيسي الذي تمثل هذه الأبر هنا أوقف مرور التيار فعادت الأبر المغناطيسية إلى توضع الشمال الجنوب الجغرافي الآن نعمل على إبعاد هذه الأبر عن نقطة تقاطع السلك مع المستوي ونلاحظ ماذا يحدث لتلك الأبر المغناطيسية ننقذ مرور التيار ونبعد هذه الأبر قليلا ونعود ونمرر التيار الكهربائي يا ترى هل شدة التأسر سوف تكون ذاتها؟ طبعا أمرنا التيار الكهربائي وعكسنا الجهة أيضا نبعد أكثر ونمرر التيار الكهربائي لاحظوا شدة تأسر الأبر سوف يقول كلما ابتعدنا عن السلك إذن لنجري التجربة الآتية لدينا هنا مجموعة من شدات التيار I تقاس بالأمبير وشدة الحق المغناطيسي المتولد عنها 1, 2, 3, 4, 5 هي عبارة عن شدة التيار المقاسي بالأمبير فP سوف تكون لو رسمنا الخط البياني لتغيرات شدة الحق المغناطيسي بدلالة شدة التيار الكهربائي سوف نلاحظ بأنه عبارة عن مستقيم يمر ممدده من المبدأ من هذا الكلام نجد بأن هناك علاقة تناسب ترضي بين شدة الحق المغناطيسي المتولد عن التيار المستقيم وشدة التيار الكهربائي المار في هذا السلك الآن والذي يمثله التيار المستقيم الآن لو أخذنا ميل هذا الخط البياني هذا الميل سوف تكون B على I فبالتالي هذا الميل هو عبارة عن مقدار سابت لأنه عبارة عن مستقيم وبالتالي هذا الميل هو عبارة عن ثابت يمثل هذا السابت ما يدعى بثابت الدارة الكهربائية وهو يتعلق بعاملين الطبيعة الهندسية للدارة أي شكل الدارة وهو عبارة عن كيفتها بالإضافة إلى عامل النفازية المغناطيسي والذي هو ميو صفر الآن مما تقدم نجد أن عامل النفازية المغناطيسية هو مقدار سابت وقيمته وهي 4P 14.7 تسلا متر أمبير نائس واحد إذا أجرينا التجربة السابقة ولكن على برادة الحديد ما سنجد تابعوا معي السرك المستقيم ولكن هنا اللوح هو عبارة عن لوح زجاجي هذا السرك الذي يخترق اللوح الزجاجي بشكل عمودي لو نسرنا جزءا من برادة الحديد على هذا اللوح الزجاجي ونمرر فيه تيار كهربائي ماذا يحصل لبرادة الحديد وكيف سوف تنتظم هذه البرادة عند مرور التيار الكهربائي نعمل الآن بعد نسر برادة الحديد على امرار التيار الكهربائي لاحظوا بدأت برادة الحديد أن تأخذ شكل الدوائر إذا نقرنا بضع النقرات لاحظوا كيف تتشكل الدوائر بشكل واضح فبتالي هذه الدوائر تمثل خطوط الحقل المناطيسي الناتجة عن التيار المارفي السرك أي عن التيار المستقيم لذلك نستطيع أن نقول أن الحقل المناطيسي لتيار مستقيم طويل B تساوي 4P 14.7 والذي هو يمثل عمل النفازية المناطيسية مضروب بثابت شكل الدارة مضروب بشدة التيار الكهربائي ولكن كفتحة بالنسبة لهذا التيار المستقيم هي ببارة عن 1 على 2PD هي سابت الشكل الهندسي للدارة الكهربائية فتكون شدة الحقل الكلي B تساوي إلى 2 دارة 10.7 بI على D لاحظوا هنا عناصر هذا الشعاع عناصر شعاع الحقل المناطيسي هو عبارة عن شعاع شعاع حامله عمودي على المستوي المحدد بالسلك والمستوي أيضا جهته هي بجهة إبهام اليد عندما يجتاز التيار الكهربائي اليد من الساد يخرج من رؤوس الأصابع تكون راحة الكف موجهة باتجاه النقطة المعتبرة فتكون جهة الإبهام هي الجهة أما الشدة فتقاس بالقيم 2 دارة 10.7 بI على D الآن لننتقل إلى الحقل المناطيسي الذي يتولد عن تيار متواصل ولكن في ملف دائري لاحظوا هذا الملف الدائري هو عبارة عن ملف من النحاس يقطع مستوي في نقطتين النقطة الأولى والنقطة الثانية ننصر برادة الحديد ونمرر به تيار كهربائي فسوف تنتظم برادة الحديد على شكل دوائر متمركزي حول نقطتي التقاطع ولكن تكون بشكل مستقيم في المنتصف وهذا ما سوف نراه في الشكل الآتي سوف تكون خطوط الحقل المناطيسي هي عبارة عن دوائر متمركزة ولكن في المنتصف هي عبارة عن خط مستقيم فإذا أردنا معرفة شدة الحقل المناطيسي الناتج عن الملف الدائري في مركز هذا الملف فسوف نقول بأن شدة الحقل هي 4P ضرب 10 أصناء السبعة في كيف فتحة سابت شكل الدارة مضروبة بشدة التيار الكهربائي فإذا كانت كيف فتحة هي عبارة عن عدد لفات هذا الملف على 2R على قطره فبالتالي سوف تصبح شدة الحقل الكلي هي 1P تساوي إلى 2P ضرب 10 أصناء السبعة في عدد اللفات في شدة التيار على نصف قطر هذا الملف أما عناصر شعال حقل فالحامل عمودي على المستوي المحدد بالملف في مركز الملف الجهة هي بجهة إبهام اليد اليمنى عندما يمر التيار الكهربائي من الساعد ليخرج رؤوس الأصابع وتكون راحة الكاف موجهة باتجاه مركز الملف أما الشدة فتطبع العلاقة B تساوي إلى 2P ضرب 10 أصناء السبعة MBI على R ننتقل الآن إلى التيار الحلزوني في التيار الحلزوني سوف نفرد الملف الدائري لكي يصبح على شكل حلزون بهذا الشكل أي على شكل وشيعة ونلاحظ أن برادة الحديد سوف تنتثر وتشكل خطوط عبارة عن خطوط مستقيمة في مركز الوشيعة ولكنها عبارة عن منحنيات خارج الوشيعة تماثل خطوط الحقل المغناطيسي للمغناطيس المستقيم فتكون شدة الحقل المغناطيسي في مركز الوشيعة B تساوي إلى 100 صفر التي هي تمثل 4P 14.27 في ثابت شكل الدارة في مضروبة بشدة التيار حيث كيفتها هي عبارة عن N على L أي عدد اللفات على طول هذه الوشيعة فيكون B تساوي 4P 14.27 بN على L مضروبة بI أما عناصر شعاع الحقل المغناطيسي فهي عبارة عن الحامل منطبق على محور الوشيعة أيضا الجهة تحدد بقاعدة اليد اليمنى عندما يمر التيار من الساعة ويخرج من رؤوس الأصابع وراح تلكف موجهة باتجاه مركز الوشيعة تكون جهة الإبهام هي جهة شعاع الحقل المغناطيسي من ناتج عن التيار الحلزوني أما شدته فهي B تساوي إلى 4P 14.27 7N على L مضروبة بI إن الملفات والوشائع الكهربائية تكافئ مغانط إذا يطلق اسم الوجه الشمالي على وجه الملف الذي يكون فيه جهة التيار هي عكس جهة دوران عقارب الساعة أما الوجه الجنوبي فهي الجهة أو الوجه التي تكون فيه جهة دوران التيار مع دوران عقارب الساعة لاحظوا هنا عندما تكون جهة الدوران مع عقارب الساعة للتيار فهذا الوجه سوف يكون هو عبارة عن وجه جنوبيا وعندما تكون عكس جهة دوران عقارب الساعة فيكون وجه شماليا وهكذا للملف سوف يكون وجه جنوبي ووجه شمالي ضمن الملف تتجه خطوط الحقل من القطب الجنوبي أو من الوجه الجنوبي إلى الوجه الشمالي خارج الملف من الوجه الشمالي إلى الوجه الجنوبي إذن سوف يحدث لدينا تدفق مغناطيسي لخطوط الحقل المغناطيسي من داخل من خلال هذا الملف إذن الملفات والوشائع الكهربائية تكافئ مغانط يحدث تدفق للحقل المغناطيسي من خلالها بحيث يخرج شعاع الحقل المغناطيسي من وجهها الشمالي ويدخل من وجهها الجنوبي ويعبر التدفق المغناطيسي عن عدد خطوط الحقل المغناطيسي التي تجتاز سطح تلك الدارة الكهربائية المستوية والمغلقة يعبر التدفق المغناطيسي جمع عن عدد خطوط الحقل المغناطيسي التي تجتاز سطح دارة كهربائية مستوية مغلقة فإذا كان لدينا هذا السطح الذي يمثل دارة كهربائية مغلقة نعرف النازم N على مستوي الدارة وهو العمود على مستوي سطح الدارة الذي يدخل من وجهها الجنوبي ويخرج من وجهها الشمالي ونعرف شعاع السطح S بأنه عبارة عن قيمة السطح S مضروبة بشعاع النازم N ولعناصره هي الحامل هو النازم أما الجهة فبجهة إبهام اليد اليمنى عندما تلتف باقي الأصابع مع جهة التيار الكهربائية بجهة النازم دوما الشدة هي عبارة عن مساحة سطح الدارة وواحدتها عبارة عن متر مربع عندما تكون خطوط الحقل المغناطيسي والنازم على السطح منطبقان أي أزاوية بينهما ألفة تساوي إلى الصفر فيكون التدفق تدفقان أعظميا أيضا عندما يبدأ القرص بالدوران وتكون أزاوية ألفة أي بين النازم وشعاع الحقل المغناطيسي محصورة بين الصفر وأبي على اثنين تبدأ عدد من خطوط الحقل بأن تقل من خلال هذا السطح كذلك الأمر عندما تكون ألفة تساوي إلى بي على اثنين عند ذلك لا يوجد أي من خطوط الحقل المغناطيسي تتدفق من خلال هذا السطح للدارة أما هنا فنلاحظ بأن الزاوية سوف تكون زاوية منفرجة وألفة هي محصورة بين بي على اثنين وليب بي إذن سوف نعرف التدفق المغناطيسي بأنه هو عبارة عن فاي وتساوي إلى شدة الحقل المغناطيسي بي مضروب بي أس هو عبارة عن سطح الدارة الكهربية وهي عبارة عن جداء سلمي نستطيع أن نعبر عنه بالعلاقة فاي تساوي إلى بي مضروب بي أس بكوسين الزاوية ألفة حيث أن الزاوية ألفة هي الزاوية بين بي والنازم على السطح أس ومن أجل دارة تحتوي على إن لفة تصبح هذه العلاقة بالشكل فاي تساوي إلى إن في بي في أس في كوسين الزاوية ألفة حيث فاي هو تدفق المغناطيسي ويقدر بوحدة الويبر بي هي شدة الحقل المغناطيسي الذي يجتاز الدارة ويقدر بوحدة التسلا أما ألفة فهي الزاوية الكائنة بين شعال حقل المغناطيسي بي والنازم على السطح كيف نعلل مغناطيسية الأجسام؟ إذا علمت أن زرة الحديد في هي عبارة عن 26 بعددها الذري فهل نستطيع أن نقول بأن زرة الحديد هي قابلة للطمغنط؟ إن بني الدوران الإلكترونات حول النواة أثناء يعادة يشبه دوران الإلكترونات حول النواة مرور تيار كهربائي في حلقة مغناطيسية فيولد حقلا مغناطيسيا إذا تغير جهة هذا الحقل بتغير جهة الدوران وهنا تمثل السبائن هي عبارة عن جهة دوران الإلكترونات فإذا دار الإلكترون حول النواة في الزرة بسرعتين زاويتين متساويتين طويلة وباتجاهين متعاكسين وبنصف قطف المدار واحد تولد عن أحدهما خاصية مغناطيسية تلغي خاصية مغناطيسية المتولدة عن الآخر أما إذا انفرد أحد هذه الإلكترونات في الزرة بدورانه حول النواة أكسبها صفة مغناطيسية جاعلة من الزرة مغناطيسا صغيرا أي سناء قطب وهذا ما سنجده في ذرة الحديد إن دوران الإلكترون حول محوره يعد تيارا متناهيا في الصغر يعد تيارا متناهيا في الصغر يولد حقلا مغناطيسيا كما لو كان مغناطيسا صغيرا فإذا دار الإلكترون حول محورهما باتجاهين متعاكسين يلغي أحدهما الآخر هنا نلاحظ أنه يمكن لهذا الإلكترون بدورانه أن يلغي هذا الإلكترون بدورانه لأنه لهما إتجاهين دوران متعاكسين أي لهما سبينين مختلفين إذن يلغي أحدهما الخصائص المغناطيسية للآخر أما إذا انفرد الإلكترون بدورانه فإنه سوف يكسب الزرة صفة مغناطيسية إن حركة بعض الشحنات داخل النواد تولد خاصية مغناطيسية صغيرة جدا مقارنة بالخاصية المتولدة عن الدورانين السابقين للإلكترونات وهنا نلاحظ أنه إذا وجدت قطعة الحديد في مجال مغناطيسي خارجي تتوجه سنائيات الأقطاب المغناطيسية داخل قطعة الحديد في المغناطيسي ولكن إذا وجدت قطعة الحديد في مجال مغناطيسي خارجي تتوجه سنائيات الأقطاب المغناطيسية داخل قطعة باتجاه المجال المغناطيسي الخارجي أي تكون أقطابها الشمالية المغناطيسية باتجاه المجال المغناطيسي الخارجي وتصبح بحصلتها غير معدومة لذا تصبح قطعة الحديد ممغنطة لقد أظهرت الدراسات للمواد الحديدية العادية أنها تتكون من سنائيات أقطاب مغناطيسية متوازية عشوائية في غياب المجال المغناطيسي الخارجي بحيث تكون محصلة هذه الخصائص المغناطيسية معدومة ولكن إذا وجدت قطعة الحديد هذه في مجال مغناطيسي خارجي تتوجه ثنائيات الأقطاب المغناطيسية داخل القطعة باتجاه المجال المغناطيسي الخارجي أي تكون أقطابها الشمالية المغناطيسية باتجاه المجال المغناطيسي الخارجي وتصبح محصلتها غير معدومة لذا تصبح قطعة الحديد ممغناطة اشتركوا في القناة